موجوع هو قلب هؤلاء الأمهات منهن من أعياها انتظار الإفراج عن ابنها كأم الأسير ضياء الأغى المحكوم بالمؤبد والذي قضى من عمره 27 عاما داخل الأسر نحن من التنسانة التسعين ونضامن مع ابننا لنفعل قضيتهم حاليا ودوليا ونقول للعالم كله أنه في أصف فلسطينيين موجون في داخل السجون الزهرية شعبهم وأهلهم بطالبهم فيهم أخريات كأم الأسير رائد الحج أحمد تتلحف لرؤية ابنها ولو من وراء زجاج بعد حرمانها من زيارته منذ ثلاثة أعوام تمنع الأمهات من زيارة أبنائهن دون سبب وأيضا يعتقل الفلسطينيون دون تهمة أو محاكمة بموجب قانون الاعتقال الإدارية ثلاثمائة أسير يقبعون في السجون الإسرائيلية ستة منهم يخوضون إضرابا عن الطعام منذ ستة وثلاثين يوما ستة أسرة مضى على إضرابهم خمسة وثلاثين يوما وهذا الإضراب ليس إضرابا مطلبيا إضرابا سياسيا لميز بين الإضراب المطلبي لتحسين الأوضاع المعيشية والإضراب السياسي الذي يستهدف يعني الذي يطالب به الأسير أن ينهي هذا الملف وأن يتحرر من قيود الاحتلال وقيود السجن يحاول الفلسطينيون في غزة الخروج من دائرة المساندة المحلية إلى الدولية لتعرية إسرائيل التي ما زالت تتعامل بقانون الانتداب البريطاني القائم على الاعتقال الإداري لكن سيطرتها على السياسة الدولية تقف حائلا دون ذلك تتوالى التظاهرات والوقفات المساندة للأسرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي لكن يبقى سلاح الجوع والصمود الضغطان الأكبر على الاحتلال لتحقيق المطالب نيفين سليم الغد غزة فلسطين